ليش لازم نتناول عسل أو تمر أو سكر الصبح قبل الإفطار؟ أكثر من شخص حكالي لازم نأخذ سكر الصبح لأنه حسب معلوماتهم عشان ما ينزل السكر الدم خلال اليوم وكمان عشان نرفع معدل حرق الدهون وفي ناس بتحكي لازم نأخذ مصدر السكر الصبح وفي ناس بتحكي مش لازم نأخذ مصدر للسكر الصبح أبداً جوابي أنا أخذ صاية التغذية إذا حسيت بأعراض هبوط السكر من خمول دوخة تعب عدم تركيز يعني سكر الدم عندك نازل بتقدر تأخذ العسل أو التمر أو السكر ليش؟ لأنهم باعتبر المصدر سريع للطاقة وبرفع من سكر الدم بسرعة وبالتالي رح تحس بشعور أكثر نشاط هذا معناته يعني آه لازم نأخذ واحد منهم بالصبح عشان سكر الدم ما ينزل خلال اليوم جوابي أنا أخذ صاية التغذية لا ليش؟ لأن العسل والتمر والسكر تعطي طاقة للجسم بشكل سريع يعني في نفس اللحظة وبعد فترة بسيطة خلال اليوم إذا كان أكلك كثير خفيف أو اتبعت برنامج قاسي أكيد رح ينزل سكر الدم عندك خلال اليوم بمعنى ما رح تمنع من هبوط السكر خلال اليوم عشان نرفع معدل حرق الدهون دائما هاي المعلومة أنا بسمحها جوابي أنا أخذ صاية التغذية أكلك خلال اليوم هو أكبر حرق للدهون يعني إذا كنت كثير بتخبص بيومك مستحيل أبدا تفيدك ملعكة العسل الصبح وحتى إذا كان نظامك الغذائي اللي متبعه صحي جدا كمان ملعكة العسل أو التمر ما رح تنشط الحرق بجسمك خلال اليوم نصيحة من الأخصائي التغذية مش شرط ناخد مصدر السكر الصبح ممكن نبدأ بإفطار بسيط مكون من كربوهايدرات الخبز الأصمر مع مصدر بروتين مثل الجبنة عشان تعطيك طاقة وتنشطك أكثر خلال اليوم وأكيد مثل هيك نوع من الوجبات رح تساعدك على رفع معدل حرق الدهون اشتركوا في القناة